الاصلاح يخرج عن صمته ويتوعد بمنع الفصائل الموالية للامارات من السيطرة على السلطة لنشاهد التفاصيل توعد حزب الاصلاح جنح الاخوان المسلمين في اليمن بالوقوف امام طموحات الفصائل الاماراتية في السيطرة على مفاصل السلطة بمؤشرا على مخاوف الحزب من مخاطط اقصائه بالتزامن مع استمرار توفل مؤتمر صالح والانتقال المواليان لابوظبي في مفاصل الدولة وقال عبدالرزاق الهجر رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الاصلاح والقائم باعمال الامين العام للحزب ان حزبه لا يطمح للاستحواذ على السلطة على الرغم من كونه القوة الاكبر في الساحة اليمنية وفق تعبيره واضف بان الحزب لن يسمح لأي قوة اخرى بالاستحواذ على السلطة خلال الفترة المقبلة باشارة الى الفصائل الموالية للامارات تأتي هذه التصريحات بالتزامن مع استمرار مخاطط الامارات لاجتثاث الحزب الذي ظل مسيطرا على السلطة منذ عام الفين واثني عشر حتى لطاحة برئيس الاسبخ عبدرب منصور هادي وعلي محصن الاحمر من المشهد اليمني وتمكن الفصائل الموالية لها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة